زمان كان قلبك يدق بسرعة؟ طبعاً يعني كم قصة حب عاشت؟ وأنا صغير يعني؟ كتير طبعاً مش سنتين أصلي سنتين ثلاثة إيه؟ كلاً لا وأنا صغير يعني أنا مش صغير أنا خمسة وثلاثين أو أتمي ستة وثلاثين لأ طبعاً وفي حاجات كان زمان بقى تقرر أن أنت هتحب ده كنت؟ كنت تقرر طبعاً يعني وأعتقد ناس كتير كده اللي هو دين شكلها حلو جداً ولذيذة جداً وأعدتها حلوة وبتاع أنا بقى وتعيش نفسك الوهم ده وتروح يتفكري واش عارف إيه وإيه وإيه وأي كلام طبعاً أه وتاني يوم ينقل بالوضع؟ يختلف؟ نا ولولتالك بقى هو اسمه للقلب فهو متقلب يعني أه أه لمن بتحب أه لمن بتحب وتعشق كيف كيف بتوصف الحالي يعني متل ما بينقال إنه القلب بصير يدق بسرعة بتسلم تشوف هيدا الشخص بتحس بيهيك بشوق إنك تكون معه كل الوقت اه ده 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 بتبتدي وبعدين بها مراحل بس يعني هو في الأول هتلاقي أي اتنين مثلاً دخلين في علاقة أول شهر ده يعني أنت حاساً ده أحلى حاجة في الدنيا ومش عايزة تشتغلي ومش عايزة تروحي ولا تيجي وعايزة تعظمي نفس الشخص هتخش في مرحلة بعدها لا ما إحنا بقى إيه زينا من قبله ده فعايزين نهدى شوية فإنت لو عقلك شغال هتعرف تقسم المراحل دي كويس أنا بقولش إن أنا الأنجح يعني أو بقول كلام نظري دلوقتي بس ده المفروض إنه يحصل بس حبك بتعبر عنه زي بأي طريقة؟ بالأفعال ما بحبش الكلام أوه آه ما بتتكلمش فيه لا لا أشعر من الكلام الملزق ده عارفا حتى في التمثيل لما بيجي لي حاجة مثلا يقولك نرسم قلبه وساهمة رمى والكلام وعلى شجرة وتبرمو لا بقى أشعر أنا جامد مبعرفش أقول الكلام ده أصلا ولا بحبه ولا بحبه حتى في التمثيل ولا بحب أتفرج عليه بس هو الأفعال هي أزرف حاجة إن أنا بحب حد حتى لو هي مش في علاقة عاطفية من موضوع يعني أبويا أمي أخويا مراتي ماشتراً بقولك يعني كل حاجة أنت بتعمل للشخص ده إيه وتقدم له إيه مش مديا حتى معنويا بس أنت بتعرف الستات بيحبوا الكلام بيحبوا الرجل يعبر عن عاطفته ما أنت عملها بقى بصياعة ولزازة يعني خليك لزيز ما تبقاش ملزق يعني خليك صياعة ولزازة وخليك لزيزي آه مبلاش التلزيق لأن اللي قدامك لو لو هو شخص يعني مكلم عن نفسي شبهي هو مش هيبقى حبب ده برضه يعني آه أنا بقى لزيز ممكن آه أقول لي مراتي كلام حلو جداً وكل حاجة بس من غير ما بقى ملزق لأن ملزق ده